معالي الوزير الأول. ما هي الخطوات العملية التي تعكف عليها الحكومة لتجسيد توجهات رئيس الجمهورية في آخر اجتماعين له معكم. اجتماع المصغر واجتماع الوزارة. فيما يخص تقليل الواردات. تخفيض فطولة الواردات من جهة. وتشجيع المنتوج الوطني. مع العلم أن تشجيع المنتوج الوطني عملية تأخذ وقت. شكرا. هو حقيقة داخل الاستراتيجية أو النظرة التي تعناها. وهذه تعليمات رئيس الجمهورية. والحكومة مسؤولة على تنفيذها. ونظوري لكي نفذها في الحكومة. وستنفذ لكل حذافيرها. تكلمت عن نظرة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وكذلك لأنه يجب أن يكون هناك ترشيد بالنسبة للنفقات العمومية. هذه من جهة. تسهيل الاستثمار العمومي والخاص في الاقتصاد الوطني. وكلما نتكلم عن الاقتصاد الوطني. هو اختيارنا واضح. عندنا ربع قطاعات. نعطيها أولوية الأولويات. هي الفلاح. هي التاقة. بسيطة أهمها. والصناعة. والحمد لله تفصيناها في عدة مشاريع. هذه تبدأت تنطلق في 2015. وعندنا كذلك السياحة. وعندنا التكنولوجيا. كيفية الأعلام والتصاد؟. النوميريك ما يسمونها بنوميريك. هذا هو كل. لأنه اللي سيخلقه الصروة. من نسبة للفلاحة. كمثال. نحن حاليا. النسبة المياوية. الانتاج. 11% لابد خلال السنة هذه نطلحها إلى 15% لأن حاليا تقريبا نغطي حاجيات الجزائريين والجزائريات بالمنتوج الفلاحي تقريبا 70 إلى 72% لابد خلال الخماس المقبل نوصل بالأقل ما بين 75 إلى 80% فنزيد نساعد نسهل كذلك الاستثمار في القطاع الفلاحي ومن جانب آخر كذلك بالنسبة لكل ما نستورده من الخارج يجب أن نتحكم فيه لأننا لاحظنا سنة بعد سنة فيه ارتفاع صح السنة نمضات كان ارتفاع كبير ولكن لما ندرس كل ما داخل في الشيء الذي استوردناه كثير يتماشى مع الاقتصاد الوطني كثير من الأشياء التي يجبناها استماشى مع ولكن لابد نرشدها كذلك لأننا فيه التبدير في بعض قطاعات وهذا الشيء الذي خلنانا كذلك درسنا قانون ووافق عليه مجلس الوزارة مؤخرا ورح يمشي البرلمان إن شاء الله بالنسبة لامتلاق من 2015 بالنسبة للمستوردين نرجع إلى الرخصة الاستيراد ما الذي يأتي للأول نستورد نتحكم ويكون فيه توزيع عادل على مستوى كل المستوردين ونتحكم في الاستيراد لأننا فيه غش هذه لاحظنا فيه غش ونعطيك مثال بالنسبة للسنة اللي مضعت البنك الجزيري البنك دالجيري دارت تقريبا المحظر معينة والمحظر تقدمت إلى العدلة على 142 ميلف قد من طرف بونوك وبالأخص بونوك من القطاع بفيه شبه من قرش غش ولكن شبه غش فتدريجيا راح نتحكم كما نبغي لاحظنا نعطيك مثال آخر في الأدوية شفنا فيه ارتفاع في الأسعار غير مقبولة فاخدينا تدابير مع كل معنيين بالأمر باش نتحكم في اللينا كنا نستورد تقريبا في 2013 مليار ومئتين مليون دولار بالنسبة للأدوية السنة لمضا طلعنا المليار وخمسمائة مليون دولار من نسبة للأدوية مرتقب 2015 زوج ملاير ونصف هذا غير ممكن نستورد الأدوية وبالأخص الأدوية اللي يحتاجها لمواطن باش تكون متوفرة بقوة ولكن ما نقبلش ونكافح الغش في التسعير هذا هو حتى نعطي فرصة المنتوج الوطني أيضا ونسجع المنتوج الوطني وطلبت من من الصيدال باش الانتاج انتحا يتوجه الأدوية لعندها تقريبا السعر التحا هو العالي الأكثر هكذا نقلص شوية في الاستفادة ومن جانب الآخر باش نجاوب السؤال تاكتاني سجعنا بقوة ورح نسجع بقوة لاستهلك الوطني حنا كل ما هو منتج في الوطن وحتى اللي بشاركة مع الأجان ويكون عنده 40% انتماج نسبة انتماج وطني هذا يتطبق عليه القانون ونستهلك مؤخرا فيه مؤسسة تسوني القاز كانت تستورد هاتي كمثال كل ما هو متعلق بال هذا الترانسفورماتور والكوابل كانوا داروا حقيقة مناقصة دولية وكانوا رح يمشيوا باش نسطور من خارج وفيه انتاج في عزازقا وفيه انتاج في بسكرا وفيه انتاج في عين دفلة وقفنا قال الشركة الوطنية تبقى للقانون قانون السفاقات يسمحنا هذا ونشير ومن عند الشركة الوطنية بالضبط فنوجه كل ما هو منتوج داخل الوطن في كل السفاقات العمومية نوجه الأولوية للانتياج الوطني هذا لا رجعت فيه لكي نضمن التحكم في الاقتصاد الوطني في الواردات وكذلك لكي نسمح التشغيل الوطني ونجلب كذلك المستثمير الجانب لكي يرى بالسوق الوطني يستهلك وطني وهذا متماشي مع القوانين الدولية لا نشهر من خارج الطريق من جانبه